اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دعموا وقدموا دعم بالأيام الماضية لا القناة او لا الي لاجل الاستمرار دعم نفسي دعم معنوي في اشخاص دعموا دعم مادي بشكرهم طبعا مش بمقابل وكان مش مقابل الابراج ولا مقابل التحليلات الفلكية هي كانت مبادرات منهم بس لعملية المساهمة في بعض الامور او لا تطوير بعض المعدات او لا اني اجيب اجهزة او اجيب جهاز جديد او يعني شغل مايك وشغل شغلات زي هيك صحيح هي قيم بسيطة ولكن انه هي بالنسبة للي قيم كبيرة مهما حاولت اني انا اشكرهم واثني عليهم رح يعجز اللسان عن هذا الشيء وهذا شيء يعني بقدر لهم اياه وبحفظ لهم اياه اه بشكرهم وبشكركم كمان وفي اشخاص الان صارت موجودة على القناة بتساهم في عملية الرد على التعليقات قدر الامكان اه ستار تسعة وتسعين اه برضو عنا اه انسان اخر اللي ما بيقصر في عملية اه الاجوبة او الطوالع او بعض الاجوبة على بعض الاشخاص وهم الان مشرفين مراقبين على التعليقات اه معهم صلاحيات فعشان هيك اه حاولوا اذا بدكوا اي سؤال او بدكوا اي شيء انه توجهوا لهم اه بحسب امكانياتهم انا برضو اذا شفت على حسب قدرات الصحية ان شاء الله ما رح اقصر معاكم برضو رح اجاوب يعني انا بتدخل في بعض الاوقات بجاوب في بعض الاوقات ان وجدت بعض الملاحظات وان شاء الله انه اللي جاي احسن واكبر وفي تطور احسن في اكثر من خطة حاطها بس هي الوقت هو اللي بحصرني الان لا اشياء وعدتكوا فيها توقفت عنها تمامت جزء منها صائل الوقت هو اللي بشغني فيعني ان شاء الله انه الايام اللي جاي بتكون افضل وبقدر اوفي بهذه الوعود اللي انا وعدتكوا فيها وان شاء الله اني رح اساعد الجميع واظني معكم مستمر مهما كانت الظروف وعلى حسب امكانياتي وقدراتي بس حبيت اني انا اطلع في المقدمة هاي من لا يشكر الناس لا يشكر الله حق شكره فعشان هيك حبيت انا اشكر كل شخص بما يقدم وكلكو ما قصرته وكلكو بدلت وجهد وبتبذل وجهد وانا بعرف هذا الشيء فعشان هيك يعني ان شاء الله انه هذا الشيء اللي بتعمله ما رح انسالكم ياه ورح يظل مسجل عندي ما حييت وما يعني اللي بيعرفني بيعرف انه انا مش من الناس اللي بتنسى يعني واني بظلني حافظ الجميل وحافظ المعروف لأي شخص بادر بأي شيء او قدم اي شيء وما بنكر اه على شخص اي مساهمة او اي اه مبادرة او اي فعل قام فيه بأي وقت من الاوقات مهما كانت الظروف ومهما بعدت بين المسافات ومهما صار من احداث فبظل الو مكانته بظل الو قيمته بظل الو جدانه بظل الو اه علامة مميزة مستحيل انها هي تتغير او تروح او انه يشوهها اي شيء مهما كانت الظروف هذه نقرة وهذه نقرة فعشان هيك انا مش اللي باخد بجريرة كل شيء ومش بحاسب على كل شيء انا بحاسب على الايجابي بحاسب على الاشيء الجيد واما السيء فبرميه في مزبلة التاريخ زي ما بقولوها ما بسأل عنه عشان ما نطول كثير خلينا لانه الحلقات انتو شايفين انه صارت شوي توصل لساعة ونص فخلينا نبدأ بالتوقعات بدون ما نطول بالكلام وممكن الكلام شوي يكون عند بعض الاشخاص ممل فخلينا نروح على توقعاتنا طبعا توقعاتنا اليوم راح تكون شوي فيها نوع من التركيز بتكون تركزوا معي على اساس انه الزوايا الفلكية والاحداث الفلكية القادمة تكون واضحة طبعا توقعات اليوم اليوم الثلاثاء 11-8 القمر مازال موجود واستقر في برج الثور في منزلة الدبران وهي سيئة لا تصلح الا للعداء والمشاكل ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد وحكينا ان القمر لما بكون موجود بالثور كلنا كل الابراج قاطبة بدون استثناء نشعر بالحذر اكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وكلما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وان لا نفكر في اقتراض المال من مصرف او من صديق في فترة وجود القمر في الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء اعقار ماء او منزل او استجار بيت وقضاء وقت ممتع في المنزل مع افراد العائلة او ايشي العلاقة بمشاهدة التلفزيون او قراءة رواية مثلا او موضوع هيكي هد العصاب بالنسبة لزوايا الفلكية اول زاوية هي زاوية اختيران ايجابي رح تكون بين القمر وارانوس رح تكون في تمام ساعة 11 واربع دقائق وهي بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعي والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشي غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض ولما حكينا 11 واربع دقائق يعني بعد الحلقة الليلة هاي مش نهار يوم الثلاثاء اما بالنسبة لزاوية التربيع اللي بعدها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة وحدة و11 دقيقة بعد الظهر بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طباع اما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وواحد وخمسين دقيقة بعد العصر بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومن حاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة اربعة واربع واربعين دقيقة مساء بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الآخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر ونبتون رح تكون في تمام الساعة ستة وواحد وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جيرينيش نصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى عنا الحدث وعليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا في مجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل اما بالنسبة للقمر طبعا بما انه موجود في التور معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم اتناش ثمانية رح يكون في تمام الساعة سبعة واربع وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جيرينيش ورح يستمر حتى تمام الساعة واحدة وخمس واربعين دقيقة عصرا وبينتقل القمر بعدها لبرج الجوزاء اما بالنسبة لعمر القمر القمر المربع عمر 22 يوم في تمام الساعة ثمانية وخمسين دقيقة مساء بيصبح ثلاثة وعشرين يوم نسبة الإضاءة خمسين في المية يعني منتص النصف بدر بالضبط اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22 ثمانية المزاج سعيد القمر في الثور حتى يوم 12 ثمانية المزاج منتحس حتى ساعات المساء عطارد في الأسد حتى يوم 28 ثمانية المزاج منتحس الزهرة في السرطان حتى يوم 6 تسعة المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9 تسعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة مزاجه ممتزج اورانوس في الثور اللي بدأت تبطأ حركته لأنه بدي يبدأ في عملية التراجع يوم 15 ثمانية مزاجه ممتزج لسماوصل النحوسة نبتون في الحوت حتى يوم 29 تسعة وعشرين 11 وهو بيتراجع مزاجه سعيد ابلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر موجود في البيت الثاني لا إلك يعني تركيزك كله رح يكون على المال وعلى المصاريف على الدفعات على الحسابات بالنسبة للوضع النفسي اليوم رح يكون أحسن ممكن اليوم تتحرك في أكثر مجال ممكن اليوم تبادر بتصليحات أو تعديلات أو أمور نفسية بتعدل مزاجك أو ممكن تبادر بأشياء شوي يعني تغير من الجو عندك ممكن تهتم ببعض المشتريات بما أن القمر في البيت الثاني يعني بيحملك اليوم مع فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة بتدخل تحسين على ميزانيتك بتطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا ومهانيا وعاطفيا أهم إشي أنك ما تضيع الفرص وضف طاقاتك الذهنية والبناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات حاول أنك تناقش بوضوح وحاول أنك تهتم ببعض الأمور المالية وتقلل من مصريفك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد يدعمك على مستوى تنقلاتك حواراتك اتصالاتك ممكن تنشط في أكثر من لقاء اليوم أو بأكثر من مشوار أو الذهب لأكثر من مكان ممكن شوي يكون لك اهتمامات بالتسوق أو أمور إلها علاقة بسيارة أو تنقلات أو اهتمام بمواصلات واتصالات أهم شي عند النقاشات حاول أنك تضبط أعصابك شوي لأنه لسه ما زالت الأجواء متوترة وعندك شوية تسرع عندك شوية حدية في طباعك إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد ما تعتمد على الحضود أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء اليوم أحسن وأفضل على المستوى البيتي يعني بتجمع العيلة أو بتلتم العيلة عندك أو في مناسبة معينة أو في أشياء مفرحة على مستوى البيت يعني ممكن تهتم بأشياء العلاقة بالعقار أو بالبيت أو بالسكن أو مشتريات أو أثاث أو ديكور أو أشياء من هذا القبيل أو ممكن تحصل على بعض الأشياء الجيدة أو دعم من أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء يعني شوي متقلبة ما بين الشمس وعطارد هذا بعطيك عاطفي يعني تصير عقلاني أكثر يعني بتحكم عقليتك أكثر من عواطفك بسبب النحوس الموجودة فهي مش نحوسة بتسبب مشاكل هي ممكن تحدث بعض الخلافات ممكن تنهي علاقة ضعيفة ممكن تسوي توتر بعلاقة عاطفية أو بينك وبين أحد الأحبة ولكن أنه أنت اليوم تحديدا أنت بتكون منطقي عقلاني أكثر من أنه عاطفي يعني بتفكر بالعقل أكثر من العاطفة لاتخاذ القرارات ممكن قراراتك شوية تكون صعبة ممكن الطرف الثاني ما يتقبلها ولكنها هي الضرورية وهي اللي بتكون في المكان المناسب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا منقدر نحيي أنها جيدة على مستوى العمل بتحدث لك بعض الأشياء الإيجابية اللي لها علاقة بالعمل أو مع زملائك مثلا علاقتك علاقاتك صحتك تتحسن أفضل بالفترة هاي ممكن يكون لك بعض الاهتمامات لعمل جديد أو مقابلة أو مناقشة أو إنجاز بعض الأعمال اللي كان صعب أنك تقدر تنجزها بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا منقدر نحيي أنه فيها نوع من أنواع يعني الروتينية أثناء التعامل ما بينك وبين الزوج أو الزوجي حاول أنه برضو عشان شوية جمود العواطف هاي اللي موجودة عندك إنك ما تكون حد أو صارم بطريقة التعامل مع الزوج أو الزوجي حاول أنه شوي يعني تبتعد عن اتخاذ القرارات اللي ممكن تكون مصيرية في بعض الأوقات أو يعني فيها نوع من أنواع التحدي أو نوع من أنواع المجاكرة أو نوع من أنواع كسر الذات يعني حاول أنك تكون مرن شوي في بعض النقاط أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا بتدعمك على مستوى أمور الهلاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أو أموال الغير أو مستردات مالية أو بتطالب بحقوق إليك بتحاول تستردها بالفترة هاي هاي الفترة إيجابية لهاي الأمور وبتدعمك برضو بشكل قوي أما بالنسبة للبيت التاسع في إليك بعض الاهتمامات كاتصالات أو حوارات أو أوراق قانونية أو معاملات لبعضكم مش للكل ولكن اللي عنده امتحان أو عنده دراسة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحروض وتنتبهوا أثناء تنقلاتكم من الإصابات وأثناء قيادة السيارة تركزوا خوفا من الحوادث أو الأعطال أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا هذا بيت السمعة ولكن اليوم ما في أي مخاطر ولكن هي التنبيهات فقط على مستوى العمل حدية الطباع أو مشاحنة أو خلاف ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل ممكن تظهر على الساحة أما بالنسبة لبيتك 11 فهو روتيني علاقتك بأصدقائك وتواصلك معهم روتيني ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يكون فيه لقاء لبعض الأصدقاء عندك في البيت هم يجوا لزيارتك أو للتواصل معاك أو لحل مشكلة مثلا أو تتعاون أنت وبعض الأصدقاء لحل موضوع معين أو أنهم يساعدوك في مسألة معينة أما بالنسبة لبيتك 12 فما زالت الوساوس والأوهام بتسيطر عليك في بعض الأفكار السودة ممكن شوي مزاجك يتقلب خلال هذا النهار تتوهم بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل أو إلها علاقة بالصحة فحاول أنك تنتبه لهاي الأوهام ما تخليها تسيطر عليك ولا تأثر فيك حاول أنك تتعالجها وتطلع منها حاول أنك تنشط تنجز أعمالك ما تخليها تتراكم وبرضو اهتم بصحتك برج الثور طبعا القمر صار موجود عندكم معناته اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة بعمكم النشاط أهم لأنكم تبادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي الحضوض قوية والنتائج حاسمة ما بيستطيع أحد منافستك اطوي صفحة من الماضي بترتفع المعنويات مجددا لتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوض عالية تعتبر هاي الفترة من الفترات الجيدة خلال هذا الشهر حاول أنك تستغلها بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية على المستوى المالي ممكن تحمل بعض المصاريف أو الدفعات أو الاهتمامات المالية أو ترتيب وضع مالي ممكن شوي تظهر بعض المصاريف البيتية أو العائلية تكون مقلقة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات في أشياء لها علاقة إما بالتصليحات أو لها علاقة بالمشتريات خلال الفترة هاي أهم مش أنك تركز بشكل جيد ابتعد عن المصاريف الغير ضرورية وحاول أنك تحافظ على أموالك من الصرقة أو الضيعة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة اللي بتدعمك على مستوى اتصالاتك وتنقلاتك وحواراتك بتحاول أنك تدرس بتحاول أنك تركز بتحاول أنك أنت تكون نشط فكريا الفترة هاي بتشحن حالك بالطاقة إيجابية بتحاول تبعد عن الأضواء وعشان أنك تركز بشكل أكبر على بعض الأمور اللي بتتطلب الجهد الفكري وخصوصا الأشخاص اللي بيدرسوه برضو اللي عندهم مقابلة أو عندهم امتحان أو عندهم مناقش اليوم رح يبدعوا بشكل جيد وبتدعمكم الحظوظ بشكل كبير بالفترة هاي بتعززوا ثقتكم بنفسكم وقدراتكم بشكل كبير فعشان هيك حاولوا أنك تستغلوا الفترة هاي في منك بعض الأشخاص رح يهتموا بأمور إلها علاقة بسيارة أو أمور إلها علاقة في اتصالات زي تليفون أو مراسلات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا بما أنه في مفاجآت معناته في مفاجآت كبيرة رح تكون على مستوى البيت وخصوصا أنه الشمس بعطيه إشي وعطارد بعطي إشي مناقض ليله وبما أنه منحكي عن هذا الموضوع فعادي جدا ممكن اليوم تفتح ورشة تصليح في البيت مالها داعي ممكن تبادر بعمل شيء تجد أنه مش لازم أنت تعمله ممكن تتخذ قرارات متسرعة على البيت وبعدين تكتشف أنك أنت غلطان ممكن شوي تدخل بنقاشات وتكون حد الطباع ومزاجك محتد والدافع والتواد وتطلع أنت فهم الموضوع غلط يعني فيه اضطرابات على مستوى البيت مع علاقتك مع أفراد العائلة فيه أشياء لها علاقة بالبيت بالعائلة بالبستني بكل الأمور حتى بالتصليحات البيتية لها علاقة في هاي الأمور فبدك تركز بشكل جيد وما تتسرع باتخاذ القرارات أو الأحكام أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي هيروتينية يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم لا إيجابية ولا سلبية يعني على حسب طبيعتك على حسب ثقافتك على حسب الحبيب معاك ممكن إنها تكون ولكن بدكوا تحذروا من بعض خيبات الأمل اللي ممكن أنتوا تخسروا من خلالها حبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا دعميتك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى الصحة أو مراقبة الصحة أو أشياء شوي راح تكون دعميتك بالفترة هاي بشكل أقوى أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى الشراكة تقريبا بنقدر نحكي إنه برضو روتينية يعني بتتعاملوا ما بينك وبين الأزواج بشكل روتيني بدون عواطف الزيادة وبدون مشاحنات الزيادة بتحاولوا إنكوا تكونوا سلميين أو بتتعاملوا على حسب طبيعتكم إذا كانت الحياة يعني فيها مشاكل فبتكون روتين عادي عايشين فيه إذا كانت ود واحترام بكون نفس الشيء أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تامين أو اهتمام ببعض المسائل اللي بتتعلق بالأموال المشتركة فالحظ بيدعمك في بعض النقاط بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو بتشجعك على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالدراسة والاتصالات البعيدة وتواصل مع أجانب أو لقاء أجانب أو حوارات أو اهتمامات يعني بتكون شوي الهلاقة بهواية برياضة بحركة يعني شوي هاي الأجواء برضو بتظهر على الساحة برضو الأوراق القانونية والمعاملات ممكن تنجزها بشكل جيد ولكن دك تنتبه ممكن الفترة هاي تحمل نوع من أنواع القلق أو الإطمئنان على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا على مستوى بيت السمعة روتينية ما في أي شيء برضو لا إيجابي ولا سلبي برضو في إلك اهتمامات على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون في تعاون ما بينك وبين أحد الزملاء أو ما بينك وبين أحد رؤساك بالعمل أو يعني تشجيع لشيء أو دعم لشيء أو تحصل على دعم معنوي في مسألة معينة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها إيجابية ممكن تنشط بلقاء أو دعوة على حضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو زيارة لأحد الأصدقاء أو تواصل معاه أو إنه يساعدك في مسألة معينة الأجواء دعميتك بقوة أما بالنسبة لبيتك 12 فهو أنا أبنك تظلك منتبه من بعض الأشياء اللي بتيجي بشكل مفاجئ وخصوصا على مستوى العمل أو على مستوى الصحة فحاول إنك تراقب المسألتين يعني ما تؤمن شر أي شخص ممكن إنه يتآمر عليك بالخفاء حاول إنك أنت تكون ماسك أعصابك وحذر وإن شاء الله إنه الأمور بتمشي على خير بدون أي مشاكل برج الجوزاء طبعا بما إنه القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك الفترة هاي بتكونوا حذرين يعني الأجواء النفسية عندك متقلبة عندك حدية بالطباع عندك تكاسل من بعض المسائل حاسس بطاقة سلبية بتأثر عليك بالفترة هاي شوي ما عندك ثقة باللي حواليك ما عندك ثقة بنفسك بتتزعزع بعض الأمور ممكن يكون في بعض خيبات الأمل أو بعض الأخبار السلبية أو تعطيل لبعض المسائل خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه بكون لك بعض الاهتمامات المالية أو بعض التحصيلات المالية أو بعض الأمور اللي إلها علاقة ببحث عن مصدر لا تدعيم أو لا دعم وضعك المالي بالفترة هاي وممكن تحصل على بعض المال من عمل إضافي أو مستردات أو نوع من أنواع الدعم هدايا مع تقدش إنه تكون فيه هدايا في هيك يوم بالنسبة للمصاريف حاول أنك تضبط ميزانيتك قدر الإمكان وابتعد عن المصاريف الزائدة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء متقلبة على مستوى الحوارات والاتصالات والتنقلات وبتحمل لك نوع من أنواع الشحن السلبي فاليوم أنت مشحون بطاقة سلبية فأهم إش إنك تحاول تبتعد عن المشاحنات والنقاشات والجدالات حافظ على أعصابك من التوتر برضو أثناء حركتك بدك تنتبه دير بالك من بعض الإصابات أثناء الحركة أو شد عضل مثلا أو شد عصبي أو أثناء قيادتك للسيارة أشياء ما تكونش جيد يعني عطل بالسيارة أو لا سمح الله إذا كنت أنت مش مركز مظبوط تعمل حادث فيعني شوي بدك تكون مركز على هاي الأمور إذا كان عندك امتحان أو مقابلة برضو نفس الإشي بدك تدرس ما تعتمد على الحظ نهائيا ممكن اليوم يكون في تعاون ما بينك وبين أخ أو جار ولكن حاول إنهم ما تخلي هذا التعاون أو هذا التلاقي أو يكون في نوع من أنواع المشاكل أو الحدية بالطبع أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة على مستوى البيت أنت اليوم تقريبا بتحاول إنك أنت تكون في البيت أو تتواجد في البيت أو شوي يكون لك هيك بعض الإتمامات العائلية أو البيتية أو تتفشش في أشياء لها علاقة بتصليحات وترميمات وتزبيط ومشتريات وأشياء بس اللي هي الأشياء الروتينية المنزلية هي اللي تكون ظاهرة على الساحة خلال هذا اليوم وإنت تهتم فيها بشكل كبير أما بالنسبة للوضع العائلي حاول إنك تبعد عن النقاشات قدر الإمكان عشان ما يحتد الأمر ويصير خلاف أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء العاطفية تقريبا حادة شوي يعني عندك تقلب المزاج أو استياء أو عواطفك فاتر شوي أو بارد شوي مش عارف يعني ما عندك نفس هيك إلى الأمور العاطفية كثير يعني إما إنه هو الضغط النفسي أو انشغال مخك بأشياء بيخليك تبعد عن العواطف أو تهمل الحبيب بالفترة هاي أهم شيء إنك ما تدخل بأشياء سلبية ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل ما زالت الأجواء مش مساعدة بالشكل القوي يمكن أن يتراكم عندك عمل أو تهم العمل معين أو تأجل بعض الأعمال وهذا الإشي رح يسبب لك مشاكل حاول تركز بشكل جيد تعرف إيش بدك عشان تعرف إيش تنجز بالفترة هاي يعني الأمر بده تركيز ما ترهق حالك كثير وبرضو الأعمال الضرورية حاول أنك تنجزها وبدك تنتبه لصحتك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكة روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي تقريبا بتتعامل على حسب طبيعتك وعلى حسب علاقتك أنت والزوج أو الزوجة بتتعامل وبطريقة عادية ولكن بسبب ضعف الطاقة عندك ممكن تكون أنت اللي حد المزاج الشوي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية شيئا ما على بعض الاهتمامات بأمور العلاقة بالأموال المشتركة أو ببنك ضريبة تامين ولكن ما رح تمشي معك الأمور مثل ما بدك ممكن تتأجل ليوم أو يومين قد مات وبعدين بتمشي الأمور لصالحك أهمش أنه بالفترة هاي ما تدخل بأي مجازفات مالية ما تكفى الحد وما تراهن على أي شيء أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو على مستوى الاتصالات الخارجية أو البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد بتكون برضو روتينية ما في أي شيء أو بوادر لأي شيء إذا كان عندك امتحان أو مقابلة فقط حاول أنك تركز بشكل جيد ما تعتمد على الحضوض أدرس واستعد بشكل إيجابي ممكن تدخل بخلاف أو نقاش ما بينك وبين شخص خارج البلاد أو أجنبي عنك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء يعني تقريبا تدعمك شوي على مسائل إلها علاقة بالعمل أو إلها علاقة بزملائك بالعمل أو ممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالسمعة تركز عليها سمعتك طبعا أو ممكن هيك لقاء أو اجتماع أو ندوة معينة تحضر فيها أو تناقش فيها خلال هذا اليوم الأهم زي ما حكينا ما تتغيب عن عملك وحاول أنك تنجز أعمالك وما تخليها تتراكم على أساس أنه ما تتسجل عليك نقاط أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء اليوم ممكن تحتد تبتعد عن الأضواء ما تحتك مع أصدقائك أو تلغي موضوع العلاقة بزيارة أو لقاء بعض الأصدقاء ممكن هيك تحب تنعزل أو تقعد لحالك أنا بنصحك بالخروج وبلقاءهم عشان تغير جو وتشحن حالك بطاقة إيجابية ما تخلي السلبية أنها تسيطر عليك بشكل كبير وبرضو في نفس اللحظة ما تدخل بنقاشات أو حدية بالطباع أثناء تعاملك مع الأصدقاء بالنسبة لبيتك 12 بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإن جز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم بوسود الهدوء والملل وبتراوح أعمالك مكانها وبتخيب أعمالك لسبب أو لآخر لا توقع العقد وما تحسم عمر فترة فارغة من الطاقة والحظ فما تراهن عليها لأن القمر ما زال في بيت ما تعبك ضايل بكرة وبعدين القمر بنتقل لعندك بصير الأجواء إيجابية برج السرطان بالنسبة للبيت الأول النفسي اليوم أحسن وبرضو منقول لك أنه حاول أنك تنجز كل شيء خلال اليوم وأقصى حد لبكرة الظهر على أساس أنه ما تخلي الأمور تتراكم عندك وفي نفس اللحظة أنه جيتك مرحلة صعبة لأن القمر رح ينتقل ويجي للجوزاء يعني بيت متاعبك فحاول أنك تستغل الفترة هاي بشكل إيجابي دعم من ثقتك بالنفس من شخصيتك من نفسيتك انطلق حاول أنك تتعاون حتى مع بعض الأشخاص لإنجاز بعض الأعمال المهمة حاول تعمل بعض المراسلات أو الاهتمامات اليومية وإنجاز بعض الأعمال المهمة عشان أنها ما تتراكم للفترة القادمة شخصيتك أحسن نفسيتك جيدة وبرضو عندك قدرة على إنجاز كثير من الأمور أما بالنسبة للبيت الثاني المستوى المالي شوي ممكن هيك يكون متضعضع اليوم يعني متطلبات مصاريف يرهقك مسألة مالية تحسب حساب لوضع مالي معين تتشاءم من ضغط مالي معين تراكم بعض الالتزامات أو المتطلبات المالية شوي تربكك بالفترة أو يكون عندك برضو رغبة للمصاريف أو لصرف الفلوس حاول أنك تمسك إيدك قدر الإمكان وأبتعد عن المصاريف اللي ما إلها داعي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع يعني نقدر نحكي فيها إيجابية على مستوى الاتصالات والحوارات والمناقشات والتواصل والزيارات حتى الدراسة حتى الأمور اللي إلها علاقة بسيارة أو اهتمام بعطل في سيارة مثلا أو تصليحات ترميمات علاقة مع أخ مع جار هاي كل هالأمور ممكن تظهر اليوم بشكل إيجابي بس مش إيجابي جدا شوي إذا كان عندك امتحانة أو مقابلة حاول تستعد على أساس أنه ما تعتمد على الحظ وما تبوء تحركاتك بشوية فشل أما بالنسبة للبيت الرابع تقريبا الأجواء على مستوى البيت فيها نوع من أنواع التوتر أو نوع من أنواع الضغط اللي بسبب لك شوية قلق اليوم يعني ممكن تظهر مسألة بيتية أو عائلية أو يعني خلاف معين نقاش معين عطل معين تهتم فيه تصليحات ترتيبات ترميمات يعني أي شي هيك ممكن يوترك للحظات خلال هذا اليوم حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية تبعد عن النقاشات والخلافات ما تحتد بمزاجك وبرضو ما تصدر أوامر وما تتدخل في شؤون غيرك تحاول تملي عليهم أوامر لأنه شوي رح يتمرد عليك في خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء برضو روتينية بتتعامل مع الحبيب على حسب طبيعتك يعني لا إيجابية مطلقة ولا سلبي مطلقة على العاطفي مع علاقتك مع الأبناء علاقتك مع الوالدين روتينية بتتعامل بشكل روتيني بدون اهتمام الزيادة ولا برود الزيادة ولكن هي طبيعتك اللي بتحتم عليك طريقة التواصل أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك على بعض المسائل اللي إلها علاقة في العمل ولكن إذا أهملت أو تغيبت أو تأخرت أو أهملت عمل معين ممكن يصير في بعض المحاسبة أو ما تقدر تغطي هذا الخلل فشوي يكون واضح فحاول تركز بشكل جيد ابتعد عن الضوضاء وابتعد عن أنك تنشغل في أكثر من عمل مع بعض ركز بشكل جيد واهتم بصحتك من بعض التقلبات اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السابع فما زالت الأجواء يعني فيها شوية تحدية بس مش زي الأيام الماضية يعني اليوم ألطف شوي حاول قدر الإمكان أنك ما تفاقم الأمور ما تفتح ملفات قديمة ما تناقش بمسائل كانت قبل أيام حاول أنك تمشي الأمور بشكل إيجابي يعني على أساس أنه زي نوع من أنواع الهدنة هيك لأكم يوم عبين ما يوصل القمر لعندك بعدين بدك تولع فيه بالشريك تولع المهم مش الأيام هاي لأنه أنت الحلقة الأضعف وبرضو حججك أو طريقة الدفاع عن نفسك ما راح تكون المثلة فعشان هيك أنت ضعيف في الفترة هاي وخصمك أقوى منك خليها للقمر يصل عندك بعدين ابدأ الجولة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ممكن يكون لك بعض الاهتمامات المالية اليوم أو تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بقرض بدين ببنك بسداد بعض الأموال بترتيب وضع مالي معين بتحسين ده ميزانية معينة ولكن ما بنصحك بالدخول بأي مغامرات مالية في خلال هاي الفترة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا جيدة وبتدعمك على مستوى التواصل والاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب عنك أو مؤسسات تعليمية أو مؤسسات ثقافية أو مؤسسات إلها علاقة بالشؤون القانونية أو المعاملات ممكن تهتم بقضية أو بمسألة قانونية اليوم وتحاول أنك تمشيها بطريقة يعني تكون لصالحك حاول أنك ما تتلاعب بالقانون تمشي الأمور معك لحالها صحيح أن الجو مش مساعد للأمور هاي ولكن اللي جاي بساعدك بشكل أفضل لهاي الأمور أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة هو اللي ما زلنا منحذر منه كل يوم منحذر منه ما في داعي للمجازفات للمغامرات مخالفة القوانين ما تدخل بأعمال متهورة حافظ على سمعتك حافظ على عملك من بعض المشاكل اللي ممكن توكل من بعدها انذار أو مخالفة أو لفت نظر على تقصير معين أو خلاف ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا اليوم بيحملك لقاء أو اتصال مفاجئ للقاء بعض الأصدقاء أو زيارة مفاجئة ممكن اليوم يعني يكون في نشاط عالي على المستوى الأصدقاء والحوارات تسعد في لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم كون مخلص لصداقاتك وبعودك ممكن تحصد تعييد لا بأس فيه كثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر وممكن تفرح بانتصار مهني أو اجتماعي أما بالنسبة لبيت المتاعب فما فيه أي شيء بخوف الأجواء ما زالت جيدة ولصالحك مشحون بطاقة إيجابية ولكن راقب صحتك وراقب عملك هاي أهم نقطتين برج الأسد طبعا بالنسبة للبيت الأول أجواء تقريبا اليوم يعني نقدر نحكي إنه بيت السمعة هذا يعني بيتك العاشر شوي بيخلي المزاج عندك متقلب في بعض الأوقات بيخلي فيه نوع من أنواع السلبية يعني بظل زاوية تربيع هاي شوي هيك بتضغط عليك بشكل سلبي بتحدث لك بعض التقلبات بالمزاج أو حدية بالمزاج أو بتخليك شوي نافذ الصبر أو عندك نوع من أنواع هيكي حابت تبعد عن الأضواء قدر الإمكان وحابت بهيكي تكون لحالك هذا للفترة هاي الأجواء فيها نوع من أنواع التوتر أهم إيش إنك تحاذر العناد والمشاعر السلبية أما بالنسبة للبيت الثاني فتقريبا نقدر نحكي إنه الأجواء جيدة يعني ممكن تحصل بعض الأمور اللي إلها علاقة بوضع مالي ممكن تهتم بدعم معين أو تحصيل مبلغ معين ممكن تحصل على أشياء لها علاقة بالعمل الإضافي أو من عمل إضافي ممكن تهتم فيها بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني شوي هيكي متقلبة على مستوى المزاج زي ما حكينا شوي في نوع من أنواع الحدية أو العصبية أو التسرع في اتخاذ بعض القرارات بدك تراقب حالك بشكل جيد حاول أثناء تنقلاتك أو قراءتك أو دراستك أو عملك إنك تركز بشكل جيد ما في داعي للإهمال أو الإنشغال الفكري وما في داعي إنك تتوتر من أي كلمة أو تتحسس من أي تصرف ممكن يصير معك لها هذا اليوم برضو انتبه أثناء تعاملك مع أخ أو مع جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت جيدة بتدعمك فممكن اليوم تسعد بلقاء الأهل أو العائلة أو لقاء عائلة أو موضوع بيتي أو شؤون بيتية مثلا تغيير تصليح ديكور اهتمام بشغلات لها ترتيبات معينة اهتمامات عائلية منزلية يعني أشياء من هذا القبيل ممكن اليوم تلفت انتباهك أو تحاول إنك تنجزها شوي ممكن يكون بعضها مربك ولكن إجمالا أنت عندك قدرة على إنجازها أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا يعني متوترة شوي ممكن يعني تجيك هيك بعض المشاعر السلبية ممكن تتذكر بعض الأشياء اللي تحزن عليها بعض الذكريات اللي شوي ممكن تكون أليمة عواطفك جياشي بالفترة هاي شوي ممكن هيك تتذكر أشياء لها علاقة بأحد الأحبة أحد الأبناء أحد الوالدين يعني شوي بدك تحاول تضبط عصابك تشحن حالك بطاقة إيجابية ما تخلي هاي الأفكار إنها تأثر عليك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكيه أنه يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى العمل عندك قدرة لإنجاز بعض الأعمال أو ترتيب وقتك لإنجاز بعض الأعمال ولكن بدك تنتبه لوضعك الصحي لبعض التقلبات أو بعض الأمور السلبية اللي ممكن تظهر يعني بعض الاهتمامات اللي بدها يعني اهتمامات صحية أو اهتمامات بإنجاز عمل ممكن يكون صعب بده تفرغ كامل ولكن عندك القدرة للتفوق على هاد وعلى هاد أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة حاول تبعد عن النقاشات والجدالات والحوارات ما بينك وبين الزوج خلال هذا اليوم صحيح الأجواء شبه روتينية ولكن أنه في بعض الأوقات ممكن يكون في معاندة أو في بعض الاستفزازات أو تحسس من موقف معين يخليك هيكي تخذ على بالك أو على خاطرك هيكي فتزعل من ورا هاي النقطة ما تخلي هاي الأشياء يتأثر عليك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثامن فاليوم ممكن تنشط ببعض المسائل المالية اللي إلها علاقة بدعم أو إلها علاقة بمساعدة أو إلها علاقة بقرض أو بأمور بنكية ضريبة تأمين مصرف صراف تحويل مالي أمور إلها علاقة بمستردات مالية أو تحسين وضع مالي الأهم إنك ما تجازف وما تغامر بالفترة هاي ببعض الدفعات أو بعض الأمور اللي فيها التزامات أما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الأجواء ضاغطة على مستوى علاقاتك مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد أو على مستوى مؤسسات تعليمية أو دورات أو دراسة أو قضايا قضائية أو امتحانات أو أشياء لها علاقة بأشياء فكرية ممكن ما تقدر تركز مظبوط إذا كان عندك امتحان أو مقابلة حاول أنك تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فهو يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليه بتحمل هاي الفترة نوع من أنواع الضغوط على عدة أصعدي ممكن تكون أيام متوترة تنتظرك مواجهة أو ارتباط مهم ممكن أنه يسبب لك نوع من أنواع التوتر حاذر من العناد والمشاعر السلبية أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا على مستوى بيت الصداقة جيدة ممكن تسعد بلقاء بعض الأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة ولكن ابعد عن الانتقاد والعصبية وبرضو توجيه اللوم لأحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الزهر موجود وهو بيدعمك في مسائل إلها علاقة بالعمل فبساعدك لإنجاز بعض الأعمال وبرضو القدرة على العمل اليوم حتى لو ساعات إضافية وممكن يكون لك بعض الاهتمامات بالشؤون الصحية إلك أو لأحد الأحبة برج العذراء بالنسبة للبيت الأول اليوم نفسيتك أحسن مشحون بطاقة أكبر ثقتك بنفسك أكبر عندك رغبة لإنجاز كثير من الأمور يعني بتساعدك هاي على تحقيق أشياء إيجابية خلال هذا النهار والتحرك بأكثر من مجال أو بأكثر من اتجاه ممكن تحقق نتائج ممتازة إذا استغليت هذا النهار بشكل جيد يعني هذا من الأيام الداعمة لإلك اللي ممكن يكون فيها بعض الإنجازات أو المكاسب اللي تكون لصالحك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا بقول لك لا هنا بدك تنتبه من المصاريف الزائدة أو الالتزامات المالية أو ظهور بعض المسائل المالية اللي ممكن تكون مربكة خلال هذا النهار إما دفعات أو مصاريف أو التزامات أو فقدان أموال بدك تحذر أثناء تعاملك مع بعض الأشخاص من النصابين والمحتالين وخسارة بعض الأمور اللي إلها علاقة بالوضع المالي إذا اشتريت شيء تأكد من كفالته وتأكد من أوراقه بشكل دقيق وجيد على أساس أن الأمور تكون بالسليم أما بالنسبة إلى البيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات برضو على مستوى الامتحانات عندك قدرة على التركيز عالي جدا اليوم رح تبدع إذا دخلت في مجال العلاقة بالتسويق للإقناع بمسألة معينة أو بسلعة معينة تقنعهم لشراءها مثلا أو أمور إلها علاقة بالسيارات أو بالتليفونات اليوم يعني هذا شيء جيد وبساعدك على تحقيق بعض الأمور اللي من هذا القبيل إذا كان عندك مقابلة أو حوار اليوم رح تكون ملفت للنظر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت شوي بتحمل نوع من أنواع الضغط فممكن شوي تتوتر من مسألة بيتية أو عائلية أو ظهور خلاف أو نقاش أو إشي مربك على مستوى البيت ممكن حدث معين أو أمر عائلي معين يظهر بشكل مفاجئ فيسبب لك نوع من أنواع التوتر أو تستاء من بعض الأشياء اللي ممكن تكون حدثت أو بتحدث من خلال العائلة أو من خلال البيت أهم إش أنه تبعد أنت عن النقاشات الحادة والجدالات ممكن تظهر بعض الأعطال أو بعض الأمور المنزلية اللي تكون مربكة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي جيدة يعني هاي بتدعم شوي على المستوى العاطفي اللي ممكن تعوض بعض المسائل العاطفي اللي كانت مربكة في الأيام الماضية ممكن تظهر بعض الأشياء اللي لها علاقة بالحبيب أو مساعدة حبيب أو ممكن اهتمام بخروج أو تغيير الجو أو هيك نزهة أو لمة مثلا أو اجتماع بحبيب ممكن يكون حبيب عاطفي ممكن يكون أحد الأبناء أو أحد الوالدين يعني رغباتك وعواطفك اليوم فيها شوية تطور أو فيها شوية إيجابيات الحظ بيدعمك في بعض المسائل أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل فيها حدية يمكن أنه ضغط عمل كثير أو يكون تراكم عمل أو عمل صعب بيطلب جهد على تحقيقه أو إنجازه ممكن أنك تهتم بدراسة موضوع أو مشروع معين وبرضه بدك تهتم بشؤونك الصحية لأنه برضه بتحمل الفترة هاي بعض التقلبات الصحية اللي منها ممكن يكون مربك اللي يعني بحاجة إلى تركيز ومراجعة الطبيب أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك الأجواء أحسن يعني بتحمل نوع من أنواع التلاقي أو التقابل أو الصلحة أو المصالحة أو تراجع عن قرار سابق أو ممكن اندماج ما بينك وبين الشريك أو اتفاق على عمل مشترك ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم الأجواء تقريبا جيدة بتجمع بينكم بشكل ودي وبشكل جميل إن استغلت وهذا الموضوع أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتظهر بعض المسائل المالية المعقدة أو الاضطرابات المالية أو الالتزامات أو ممكن بعض الأشياء اللي إلها علاقة بوضع مالي مفاجئ وخصوصا على مستوى الأموال المشتركة ممكن ديون ممكن قروض ممكن حسابات ممكن قلق من وضع مالي معين ممكن تهتم بمسألة إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو معالجة بعض المسائل المالية أهم شيء أنه ما تغامر بمسائل المالية بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم ممكن يصلكم خبر من بعيد أو تنجحوا في مجال التنقلات والاتصالات تزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بتطمئن خواطرك هاي الفترة ممكن ترغب بخوض تجربة جديدة وممكن أنها تكون برضو مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال ما تعتبر من أجمل فترات خلال هذا الشهر طبعا استعد الأسبوع الجاي الكواكب تقريبا رح تصير تتحرك باتجاه برجك رح تدعمك بشكل أقوى وتعوض بعض التراجعات اللي أنت حسيت فيها بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو أنا بيت السمعة نحكي روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أعمالك بتكون فيها على حسب طبيعتك ممكن يكون لك يعني بعض الدفاعات عن أشياء لها علاقة بالسمعة أو حد بحاول يشكك فيك أو بقدراتك على مستوى العمل علاقتك مع زملائك رؤسائك بالعمل ممكن تحتد بعض المسائل ولكن إجمالا ما حد رح يتفوق عليك اليوم أنت مدعوم بطاقة إيجابية ولكن أنت ما تبادر بالخلاف أما بالنسبة لبيتك 11 الوضع الاجتماعي عالي جدا فممكن اليوم يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو ممكن تلتقي مع بعض الأصدقاء لا أمر طارئ وبرضو مفرح في نفس اللحظة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا نقول لك دير بالك بشكل كبير على عملك على صحتك عن بعض التقلبات وظهور مسألة إلها علاقة بأحد الأحبة برج الميزان بالنسبة للبيت الأول الأجواء ما زال فيها نوع من أنواع الضغط بسبب أنه الآن القمر موجود مقابلك بلش ينتقل للبيت الثامن موجود في البيت الثامن هو فعشان هيك لسه ما زال بعطي بعض الأشعة اللي إلها علاقة بالمقابلة إلك فعشان هيك بتحس ببعض التوترات أو بعض التقلبات بالمزاج أو بعض الأمور بتتعطل بشكل مفاجئ أو أشياء إلها علاقة بالمقربين حواليك شوي موترينك أو أنت قلق بشأنهم فعشان هيك الأجواء ما زالت مش داعمة بالشكل الجيد ولكن برضو بتظلها أفضل من اليومين الماضيات الأجواء بما أنه القمر تحرك من مقابل تماما يعني أعطاك طاقة إيجابية شيئا ما أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء اليوم جيدة على المستوى المالي فاليوم ممكن تحصل بعض المكاسب المالية اللي عادة ما تيجي من عمل إضافي أو دعم أو هبات أو مساعدات أو هدايا أو أشياء إلها علاقة بتطور وضع مالي معين أهم شيء برضو ما تبالغ بالمصاريف وما تغامر بمشاريع غير مدروسة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى التنقلاتك واتصالاتك ولكن بتطلب منك التركيز وخصوصا إذا كان عندك مقابلة أو امتحان أو مواجهة أو أثناء تنقلاتك بقيادتك للسيارة أو أمور إلها علاقة بالهاتف فممكن يصير عطل إما بسيارة أو بتليفون أو تهتم ببعض المشتريات اللي إلها علاقة بهذا المجال أهم شيء إذا كان عندك امتحان أو مقابلة ركز بشكل جيد وابتعد عن النقاشات الحادة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة على مستوى البيت تحمل لك بعض الفرص المنزلية أو العائلية أو مصالحة أو تراجع عن قرار سابق أو علاج مسألة كان صعب إنها تتعالج بالأيام الماضية يعني الأجواء تدعمك بشكل جيد تعمل تلاقي أو تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تهتم ببعض الشؤون البيتية أو العائلية اليوم بشكل أكثر وأكبر وأدق وبرضو فيها أشياء ممكن تكون مفرحة أما بالنسبة لبيتك الخامس فهو أنا على المستوى العاطفي بدها الشغل شوي التركيز يعني ممكن تظهر بعض النقاشات أو الخلافات أو يعني ممكن بعض الاستياد أنت تكون حساسة زيادة فهي تفتح يعني حوار ما بينك وبين الحبيب على مسألة معينة فعشان هيك ممكن تحتد أو تعصب أو تستاء من تصرفه أو تتفاجأ من بعض الأمور أهم إشي إنك تركز بشكل جيد خلال هذا اليوم ما تعمل فجوة ما بينك وبين الحبيب حاول إنك تعمل تقارب وخصوصا ما بينك وبين الأبناء أو ما بينك وبين الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة تدعمك على مستوى العمل تدعمك على مستوى الصحة شوي الأجواء أحسن يعني مشحون بطاقة إيجابية حابب إنك تنجز بعض الأعمال ممكن تحمل لك بعض الأمور اللي إلها علاقة بالصحة أو مراجعة الطبيب أو ضيط ما إن بالك من مسألة طبية أو صحية أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي برضو من قلك بدك تدير بالك برضو من خلافات أو نقاشات أو حوارات أو اصدار قرارات يعني شوي الأجواء ضاغطة على مستوى بيت الشراكي المالية والعاطفية وما بين الأزواج وبرضو على مستوى أوراق قانونية أو قضايا أو محاكم يعني بدك تكون مركز ودقيق جدا في كل المسائل اللي إحنا ذكرناها لأنها بتطلب منك تركيز ما تعتمد على الحضوض فيها وما تهملها وما تأجلها أما بالنسبة للبيت الثامن اليوم في فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب إلكم بتكون بحاجة للرعاية أو ممكن تظهر بعض المسائل الصحية لأحد الأحبة أو الأقارب فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد أهمش أنك ما تغامر بموقعك حاذر من النزاعات والتدمر والتمرد قم بواجبك بشكل تام أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى اتصالاتك الخارجية أو تواصلك مع أجانب أو تدراستك تعليمك ممكن اليوم يكون عندك امتحان وخصوصا الطلاب الجامعيين بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض نهائيا الأمر بتطلب تركيز ودراسة واستعداد وخصوصا في المقابلات مناقشات ترقلات امتحانات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء يعني إيجابية على مستوى بيت السمعة بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يصير اليوم مبادرة من بعض الزملاء أو رؤسائك بالعمل لمساعدتك في مسألة معينة وممكن العمل المشترك إنك من خلاله تنجز بعض الأشياء الصعبة وممكن تنشط بأمور العلاقة بلقاء أو تعارف على شخصية مهمة أما بالنسبة لبيتك 11 فبيت الأصدقاء متوتر ومتقلب وشوي بيسبب بعض الخلافات أو النقاشات أو الحوارات أو الاستياء من تصرف أحد الأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة بس مزاجك مش رائق أو متعكر أو ممكن يتعكر أثناء هذه المناسبة ممكن تستق من تصرف أحدهم أو من تلسن أحدهم بكلمات ممكن تضايقك أو ممكن تدخلك في جو هيك يكون حساس في أنت زيادة عن اللزوم أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا إيجابية وبتدعمك على مستوى العمل على مستوى الصحة زي ما حكينا ولكن بدك تهتم بصحتك بشكل دقيق وبرضه في نفس اللحظة بدك تهتم بصحة أحد الأحبة أو زيارة مريض خلال هذا النهار برج العقرب طبعا بما أن القمر موجود مقابلكم تماما يعني نحكي أنه بعطيك إيجابية في أشياء ولكن بسحب من طاقتك في أشياء بوترك في أشياء بضعفك بأشياء حاول أنك ما تدخل بخلافات اليوم حاول أنك تكون واضح بكلامك بتصرفاتك عشان ما حد يفهمك غلط وما يحلل غلط وما يتسجل عليك نقاط أنت تكون في واد والدنيا كلها تكون في واد آخر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي شوي يعني بدها بعض التركيز بتدير بالك من المصاريف والدفعات من بعض الاحتياجات المالية اللي ممكن تكون مربكة ممكن بعض المصاريف ممكن شوي تنضغط ماليا بالفترة هاي أو ترتب وضع مالي معين الأجواء مربكة شوي بتسبب لك نوع من نوع القلق أو التوتر حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية ركز بشكل جيد ابتعد عن المصاريف لزيادة وابتعد عن أنك أنت تبذر أموالك بدون ما تركز بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحتي هي إيجابية على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل والامتحانات المقابلات التنقلات يعني عندك طاقة تدعمك لا تتحرك في هذه الاتجاهات اللي عنده امتحان عنده مقابل اليوم رح يبدع برضو اللي بيشتغلوا في مجال التسويق ممكن اليوم برضو يقنعوا أي شخص بوجهة نظرهم ممكن تنشط بأكثر من اتجاه وعندك قدرة لإنجاز كثير من الأمور خلال هذا اليوم ولكن برضو بدك تنتبه على صحتك وتنتبه أنه ما ترهق حالك كثير أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت نقدر نحكي فيها نوع من أنواع التوتر ممكن نقاش حوار ممكن سوء تفاهم ممكن التزامات ممكن شوي عبئ معين ممكن قلق على أحد أفراد العائلة ممكن تستاء من تصرف أحد أفراد العائلة أو أحد الإخوي أحد الجيران يعني الأجواء برضو بدك أن تكون مركز فيها بشكل جيد ما في داع اتفاق من الأمور ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بعطل أو إلها علاقة باهتمام بيتي أو تصليحات أو ترميمات أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء جيدة وبتدعمك اليوم للتواصل مع الحبيب أو للاهتمام بمسألة إلها علاقة بأحد الأحبة ممكن مساعدته أو الحوار معاه أو التقارب معاه ممكن أن تتفقوا على مسألة معينة ممكن تفكر بالخروج لتغيير الجو أنت والحبيب أو ممكن يكون لك نوع من أنواع التفاهم أو التواصل الجيد ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين ولكن حاول أن ما تكون عصبي وفضولي في بعض المسائل ممكن هو ما يفهم أنك أنت قلقان عليه أو بدك أنت مصلحته أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط بدك تنتبه بتنتبه وتركز على مستوى العمل على مستوى المعاملات على مستوى الأعمال الموكلة للا إلك على مستوى علاقتك مع زملائك رؤسائك بالعمل وما تهمل بعمل معين وما تخلي الأعمال تتراكم لأنه هاي بتنحسب ضدك وبرضو انتبه لصحتك انتبه لأعصابك تحديدا وعضلاتك من توتر أو شد أو أمور يعني فيها بتسبب نوع من أنواع التوتر أما بالنسبة للبيت السابع فاليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم بتكونوا ضغوط كثيرة حاذر من تأزيم أي خلافات حاول أن يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء شوي ممكن تظهر بعض المسائل المالية المعقدة أو تأزيم وضع مالي أو مطالبات مالية أو أمور إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو مطالبات بقرض أو جمعية أو يعني أشياء إلها علاقة بالوضع المالي المشترك اللي ممكن يكون مربك الفترة هاي حاول أنك ما تدخل بمشاريع جديدة وما تغامر لأن الأجواء مش حليفة لا إلك أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم ممكن تنشط ببعض الاتصالات وتكون ناجحة ممكن يجيك دعم من شخص خارج البلاد أو أجنبي أو ممكن أنك تحل مسألة تعليمية أو مؤسسة تعليمية أو تيدم امتحان ويكون لصالحك خلال هذا النهار أو مقابلة يعني الأجواء بتدعمك برضو إذا ظهرت بعض المسائل القانونية اعرف أنه الفترة هاي يعني بتكون ميال الكفة باتجاهك أكثر برضو رغبة لتعلم لغة أو ثقافة جديدة أو تواصل مع أجانب بتكون واضحة وكبيرة أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بيت السمعة من قولك بدك تدير بالك ما في داعي للمجازفات ولا للمغامرات ولا لمخالفة القوانين حاول أنك تداوم ما تتأخر عن دوامك ما تدخل بخلافات أو نقاشات ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل وما تهمل قيام عمل معين عشان ما يتسجل عليك موقف أو تتحاسب على موقف معين أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى لقاءات أو حوارات أو ممكن دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء في اجتماع إما أنت تزورهم أو هم يزوروك الأجواء الاجتماعية عالية وممتازة وبرضو دعم لإلك بالفترة هاي بتغير من نفسيتك أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا بدك تكون حذر من بعض التطورات اللي ممكن تيجي على مكان العمل زي ما حكينا بردو حذرنا في البيت السادس في البيت الثامن تطورات على العمل إرهاق بالعمل تراكم عمل عندك وبرضو بدك تنتبه لصحتك من بعض التقلبات اللي ممكن شوي تكون مربكة برج القوس طبعا على المستوى النفسي اليوم مش اليوم الأمثل بالنسبة لإلك القمر صار يتحرك بالاتجاه المقابل لإلك يعني ببيتك السادس السابع الثامن هاي المناطق بيكون دائما الوضع فيها شوي مقلق شوي بتكون نفسيتك مش بكامل طاقتها سهل جدا إنك تتحسس أو يتقلب مزاجك بيكون اهتمامك كله متركز على العمل على الصحة بالفترة هاي يعني بدك شوي تضبط أعصابك في بعض النقاط وبرضو في نفس اللحظة بدك تركز بشكل جيد تحكم نفسيتك من بعض التقلبات اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ أو أشياء أو كلمات تفسرها بغير مكانها فتنحسب عليك سلبية أو إنك ما تكون واضح بكلماتك فتنحسب عليك بشكل سلبي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي يعني باليوم ممكن تحقق بعض المكاسب المالية أو الاهتمامات المالية أو ممكن يجيك دعم معين أو تحل مسألة مالية معقدة ممكن تحصل بعض المكاسب من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم الأجواء على المستوى المالي إيجابية إذا أنت استغلتها بشكل جيد يعني ممكن تحقق لك بعض الأشياء اللي تكون لصالحك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتعملك متسرع بتعملك اليوم شوي حاد الطبع بتعمل تقلب بالمزاج عندك بتخلي الأفكار السودة أو الوساوس تتراكم عندك أو تتوارد لذهنك في بعض الأوقات حاول أنك تركز بشكل جيد تبعد عن التشاؤمية برضو احذر من الاندفاع والتهور أثناء الحركة أو أثناء قيادة السيارة حاول أنك تركز بشكل جيد لأن الفترة هاي ممكن تحمل بعض الأعطال أو بعض المشاكل اللي إلها علاقة بالسيارة أو بالتليفون أو مشكلة بامتحان أو بمقابلة أو بمناقشة بدك تركز بشكل جيد وتستعد وحاول تبعد عن الخلافات قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت يعني الأجواء اليوم في نوع من أنواع التآلف أو التقارب أو يعني اهتمامات بيتية أو بمسألة عائلية أو بأمور إلها علاقة بالبيت ممكن يظهر عطل معين مشتريات التزامات تجهيزات تغييرات ولكن إجمالا يعني الأعمال المنزلية أو العائلية أو الأمور اللي بتتعلق بالبيت والعيلة كلها تقريبا تحت السيطرة إذا مسكت عصبيتك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي على المستوى العاطفي أنت حساس زيادة اليوم حساسيتك عالية برضو عندك ردات فعل سلبية ممكن حامل في قلبك شغلات كبيرة الأجواء ما بتساعدك لمواجهة أو لخلاف أو لنقاش الأجواء مش دعملة إليك أولا وجود المريخ الزوايا اللي بشكلها المريخ كلها هاي بتعمل نوع من أنواع الحدية العلاقات الضعيفة عرضة بالفترة هاي للانفصال فعشان هيك هذا الكلام صار لفترة بعيده نفسه وبحكي نفسه رح أظل أحكي نفسه لحديت ما تختفي هاي الزوايا الحدي اللي بتشكل لك نوع من أنواع الصعوبات على مستوى العواطف وخصوصا العاطفي علاقتك مع الحبيب مع أحد الأبناء مع أحد الوالدين يعني في ناس مع الحبيب في ناس مع الوالدين في ناس مع الأبناء فعشان هيك بدك تكون منتبه من هاي الأمور حاول إنك ما تواجه أو توجه الأوامر أو إنك تصدر قرارات شوية تكون صعبة بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت السادس رغم تراكم العمل أنتوا قادرون على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدول غذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة بتلاحق اتصالات وبتكثر المسؤوليات العائلية والمهنية أهمش إنك تنظم وقتك وما تتأخر ابتهتم بإنشغالات مالية أو تساؤلات حول قدرتك على التحمل لا تشك بنفسك لا تشك بنفسك لا تشك بنفسك إشحن حالك بطاقة إيجابية أنت عندك قدرة على إنجاز كثير من الأمور هاي الفترة ممكن تحمل لك بعض الإنشغالات الصحية أو ظهور بعض الأشياء الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي برضو فيها نوع من أنواع الحدية أو التوتر وهي بتأذيك أكثر فعشان هيك هاي العلاقة بالديون بالقروض بالسداد بالالتزامات بالجمعيات بالخسارة بعض الأموال أموال بتحاول تستردها ترتب وضعك المالي يعني الأجواء ضاغطة على هاي المسائل بدها شوية تركيز أكثر وما تغامر وتجازف بمشاريع بدون دراسة أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا الأجواء برضو بتضغط بشكل سلبي على مستوى علاقتك مع الأجانب والامتحانات الجامعية المقابلات التنقلات الاتصالات تعطيل بمراسلات حديت الطبع أثناء التعامل مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد الأوراق القانونية المعاملات كلها هاي متقلبة مشتابتة يعني مرات إيجابية مرات سلبية بشكل سريع جدا بتتغير الأمور ما بدك تكون حذر أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة اليوم بتدعمك بشكل قوي بتعزز سمعتك بتعزز قدرتك على إنجاز بعض الأعمال وعلاقاتك برضو في مكان العمل ما بينك وبينزو ملاءك رؤسائك بالعمل بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك 11 اليوم أنت رح تبعد عن الأجواء شوي ما رح يكون لك الرغبة الكثيرة بالاحتكاك بالأصدقاء ممكن رد على اتصالات بس مجاملات وهيك رد على التليفون إذا اتصلوا فيك ولكن أنت ممكن ما تبادر بالاتصالات اليوم لأنه شوي أنت وضعت ضعضع أما بالنسبة لبيتك 12 فمنقول لك بيت المتاعب احذر من الأمور الصحية احذر من أنك ترهق حالك في مكان العمل وممكن تقلق على صحة أحد الأحبة برج الجديد طبعا اليوم مميز جدا بالنسبة لإلك فحاول تتحرك وتستغله بكل طاقتك وخصوصا بالأشياء الإيجابية اللي رح نذكرها نفسيا أنت مشحون بطاقة عالية جدا عندك رغبة لتغيير وعندك رغبة للتحرك وعندك رغبة لإنجاز كثير من المهام عاطفي الزيادة عن اللزوم اهتماماتك عالية جدا اهتماماتك بنفسك عالية جدا يعني ممكن اليوم تبادر بأشياء العلاقة بالتجميل أو بالتغيير أو بالاهتمام بنفسك أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى الأمور المالية هنا بدك تكون حذر من بعض الالتباسات أو المصاريف المفاجئة أو بعض الأعطال أو المطالبات المالية أو تعطوا المسألة مالية احذر من المصاريف الزائدة وبرضو انتبه على أموالك من الضياع أو السرقة أو من المحتالين أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة وبتدعمك على مستوى التحركات والتنقلات والاتصالات والنقاشات والامتحانات وفي منك رح يهتم بموضوع العلاقة بالسيارة أو تصليح سيارة أو يعني أمور إلها علاقة ببدل أو مشترى أو أسواق أو أشياء من هذا القبيل وفي منك رح يهتم بمواضيع العلاقة بالاتصالات والمواصلات والامتحانات وبرضو اللي بيشتغلوا في مجال الترويج لسلع معينة أو التسويق فاليوم برضو ببدعوا بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء الضاغطة متوترة على مستوى البيت وهي بتعمل تقلبات ومشاكل مفاجئة أو حدية بالطباع أو مشاكل بيتية أو عائلية بشكل مفاجئ ممكن تهتم ببعض الترميمات أو التصليحات أو الاهتمامات البيتية ممكن تظهر بعض الأمور اللي تكون عبئ عليك أو يعني شوي تعملك نوع من أنواع المفاجئة اللي مش سارة يعني بتكون ورطت في مسألة معينة إلها علاقة بالبيت ولكن اكتشفت بعد فوات الأوان أن الأمور مش هيكي بتنحل أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا القمر موجود فيه فاليوم بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ومارسة نشاط فني أهمي شنكولات بالغوا بتجربة حظكم المالي أنت على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي اتجنب الانتقادات واسعى لتلطيف الأجواء بتستعيد صفاء ذهنك وممكن أنك تفاوض بمهارة خلال هذا اليوم حاول إتمام العقود وصفقات التجارية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة على مستوى العمل ممكن يتراكم عندك عمل أو تظهر بعض الأعطال أو الأعباء على مستوى العمل خلال هذا النهار ممكن يتراكم عندك عمل أو يظهر عمل بطريقة مفاجئة شوي يكون يعني صعب شوي إنجازه أو يكون في نوع من أنواع التفكير للزيادة أو خلاف أو نقاش في مكان العمل برضو في نفس اللحظة اهتم بصحتك من بعض التقلبات الصحية اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة بدك تنتبه من المواجهة من النقاش من الحديث الطباع من بعض المسائل اللي ممكن أنها توتر ووضع يعني حساس شوي على مستوى الشراكة أو على مستوى تواصلك مع الشريك إجمالا الأجواء ما بتخوف كثير يعني ممكن أنها تبادر بتلطيف الجو أو تساهم بنوع من أنواع المساعدة أو المساهمة في مصالح معينة أو تتراجع عن قرار سابق ولكن الأهم ابعد عن الخلافات والنقاشات الصعوبة بتكمن في البيت الثامن اللي هي بيت الأموال المشتركة فعشان هيك ما نقول لك ابتعد عن أي شيء له علاقة بتجربة الحظ المالي بالفترة هاي ما تدخل بخلافات ما تدخل بنقاشات مالية ما تحاول أنك أنت تبادر بمشروع جديد بتطلب منك مصاريف بدون دراسته ما تغامر في أمور العلاقة بالقروض والديون والأمور البنكية ممكن تتعطى المسائل أنت كنت عازم الأمر عليها ولكن الفترة هاي ما بتساعدك أو ما رح تمشي مثل ما بدك بالأيام القادمة ممكن أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد الأجواء جيدة بتدعمك بقوة وبتساعدك على إنجاز بعض الأمور بشكل جيد وبرضو اللي عنده امتحان أو مقابلة اليوم رح يبدع واللي عنده قضية قضائية أو أمور إلها علاقة بالأوراق القانونية ممكن ينجزها على أكمل وجه خلال هذا النهار إذا أنت تحركت فرح تحقق متائج جيدة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة يعني تقريبا نقول لك ما تجازف وما تغامر ما تدخل بأشياء مخالفة للقوانين ما تخالف القوانين ما تدخل بخلافات أو نقاشات حدي ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل ما تشوه سمعتك يعني حاول إنك تحافظ خلال اليوم أقل ما فيها اليوم وبكرة لأن الأجواء شوي ضاغط على مستوى بيت السمعة ما في داعي إنك أنت تبادر بأي مجازة فيك أما بالنسبة لبيتك 11 الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى علاقاتك وأصدقائك فممكن تنشط بلقاءات أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء خلال هذا النهار أو ممكن يجيك اتصال مفاجئ أما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا بدك تهتم بعملك حتى لو عملت ساعات إضافية حاول إنك تركز بشكل جيد إنجز أعمالك حاول ما تخليها تتراكم اهتم بصحتك إذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول إنك تراجع طبيبك خد أدويتك بوقتها ما تهمل صحتك نهائيا برضو الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع التقلب الصحي عندك أو عند أحد الأحبة اللي ممكن تهتم فيهم بشكل كبير برج الدلو طبعا القمر الآن بشكل زاوية شوي صعبة معك يعني هاي اللي ها علاقة بزاوية تربيع مع برجك فعشان هيك شوي نفسيا أنت اليوم بتكون متقلب شوي معنوياتك ضعيفة شوي متشائم شوي في عندك هيك حدية بالطباع في بعض الأوقات أهمش إنك ما تتسرع باتخاذ القرارات وفي نفس اللحظة ما تتهور في مشكلة معينة حاول تكون واضح حاول إنك توصل الرسالة بأكثر من معنى عشان يفهموك صح عشان ما حدا يفهمك غلط وحاول إن تكون دقيق بالحوار تبعك بوضوح كامل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى البيت الثاني يعني بتحقق بعض الأمور المالية خلال هذا اليوم أو الاهتمامات المالية أو مكاسب مالية بتجيك عادة من عمل إضافي أو دعم أو هبات أو مساعدات وممكن تجيك هدية معينة أو تهتم بمسألة إلها علاقة بشؤون مالية بس ما تدخل بمشاريع أو مجازفات مالية بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني اليوم تقريبا بتشجعك على بعض النقاط اللي إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات والحوارات رغم إنه عندك حدية عالية جدا بالطباع وعندك رغبة للمغامرة للمجازفة مشحون بطاقة رهيبة إلى الاتصالات للحوارات ولكن مع هاي الطاقة في عصبية في حدية في تقلب بالمزاج في سهل جدا توضح استياءك سهل جدا إنك ترد رد قاسي وجارح فعشان هيك يحاول تمسك عصابك عشان مش في كل وقت تسلم الجرة بأثناء الحوار فحاول إنك يعني تمسك عصابك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت زي ما حكينا إنه القمر موجود فيه فبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية خصص فترة لا بأس بها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو ضاغط والمسئولية كبيرة ممكن تكون على موعد بارتباط مهم ما بيجوز بالفترة هاي إنك تفشل فعشان هيك بدك ترتب أمورك بشكل جيد وتكون مستعد لهذا اللقاء الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع المصاريف المنزلية أو أمور إلها علاقة ببعض المصاريف اللي بتظهر بسبب شيء إما عائلي أو أعطال منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا على المستوى العاطفي جيدة شوي يعني بتدعمك شوي بتعزز من علاقتك بالأحبة شوي بتخلي فيه تواصل جيد ما بينك وبين الحبيب شوي ممكن الحبيب يتقلب بمزاجه ممكن هو اللي يبعد وإنت اللي تحاول تصالحه ولكن ما تخلي إنه ردات الفعل تكون سلبية خليه يتدلل اليوم لأنه بكرة أو بعد بكرة القمر رح ينتقل لبيتك الخامس أنت اللي رح تدلل عليه فعشان هيك خلي الأمور ماشي بدون قرارات بدون تسرع بالأحكام أو بصدار القرارات عشان ما تصير فجوي ما بينكم أما بالنسبة للبيت السادس فمنقدر نقول إنه الأجواء جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل إلها علاقة بالصحة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن تهتم بإنجاز معاملة أو عمل معين أو تواصل مع أشخاص لدعم معين أهم إش إنك ما تجازف بمشاريعك بالفترة هاي أما بالنسبة للوضع الصحي فإجمالا الجو أحسن من الأيام الماضية عشان هيك ممكن تشعر بالراحة أو تشعر بتحسن إذا كنت تعاني من وضع صحي سابق أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بتطلب منك نوع من أنواع التركيز تمسك أعصابك أثناء التعامل مع الشريك أو مع الزوج أو شريك المال الأجواء فيها نوع من أنواع الحدية أعصابك متوترة عندك تقلب بالمزاج عالي فعشان هيك ممكن تظهر بعض الخلافات أو النقاشات أو الحوارات الحادة ما بينكم اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن تهتم ببعض المسائل أو تحل المسألة كانت معقدة في الأيام الماضية إلها علاقة بالوضع المالي ممكن دعم أو بشائر خير لدعم معين أو تبادر لقرض معين أو مساعدة معينة صحيح أن الأجواء مش مساعدة للأمور هاي ولكن مبادرتك اليوم في هاي الأمور ممكن بعد أيام تحقق نتائج أو يجيك جواب يكون إيجابي أما بالنسبة للبيت التاسع شوي بدك تنتبه أثناء حواراتك ونقاشاتك وخصوصا مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب أو أمور إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية أو أمور إلها علاقة بالأوراق القانونية أو القضايا ما تخالف القوانين وما تحاول إنك تبرر الغلط بغلط أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة وبتدعمك بقوة فعشان هيك بتقدر تدافع عن سمعتك وتعزز ثقتك بالنفس أكثر وعلاقاتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل وممكن اليوم تعاق تبادر بعمل مشترك أو تحل موضوع بطريقة مشتركة وتكون الأمور برضو لصالحك أما بالنسبة لبيتك 11 اليوم ممكن تنشط ببعض المسائل اللي إلها علاقة بلقاء الأصدقاء ممكن يعني لقاء ودي أو تتواصل مع صديق معين أو يطلب منك مساعدة أو أنت تطلب بدورك مساعدة منه أهم شيء أنك تبادر بمساعدته وتقدم له يد العون لأنه تحفظ لا إلك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو أنا ما نقول لك بدك تنتبه دير بالك من بعض المجازفات والمغامرات إنجز أعمالك بشكل كامل ويهتم لصحتك الوضع مش مقلق زي ما حكينا ولكن بده بعض التركيز وبده بعض الاهتمامات بشكل كبير برج الحوت طبعا اليوم نفسيتك أحسن مشحون بطاقة أحسن رغبتك جياشة للتحرك والانطلاق عندك حب لتحرك بأكثر من اتجاه برضو نشيط ومشحون بطاقة عالية جدا حاول تستغلها لكل إشي إيجابي وكل إشي بيدعمك خلال الفترة هاي حاول تبعد عن السلبية والناس السلبية اللي ممكن تشحنك بطاقة سلبية بالفترة هاي بالنسبة للبيت الثاني تقريبا الأجواء على المستوى المالي يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن ممكن تظهر بعض المصاريف المربكة أو الالتزامات أو الدفعات أو كون عندك رغبة للمصاريف أو لشراء بعض الأشياء أو اقتناء أشياء معينة حاول أنك أنت ترتب وضعك المالي بشكل جيد ابعد عن المغامرات المالية قدر الإمكان وابعد عن الديون قدر الإمكان الوضع مش لصالحك أنك أنت تدخل في متاهة الديون والالتزامات أما بالنسبة للبيت الثالث فمنحكي أنه اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار تتمتع بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف أهم شنك ما تسكت إذا كان الإشي بده دفاع أو بدك تبرر عن شيء بدعوك لتنظيم جدول أعمالك تفادي للإهمال أو التقصير أو أنه يكون تلتيع بشيء عن شيء آخر أما بالنسبة للبيت الرابع فهو أن اليوم ممكن تظهر بعض الأشياء المربكة على مستوى البيت ممكن تظهر بعض الخلافات أو النقاشات أو مسألة عائلية مربكة أو ممكن عطل منزلي أو اهتمام عائلي أو نقاش أو حوار أو شيء بتعلق بصحة أحد أفراد العائلة شوي هاي الأجواء ممكن شوي تكون مربكة بالنسبة لإلك أو ضاغطة أو بتحتاج منك هيك وقت عشان أنت تستوعبها بشكل جيد حاول أنك أنت ما تخلي التشاؤمية تسيطر عليك بتلاقي الأمور مشت بالاتجاه الصحيح أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة وبتدعمك على المستوى العاطفي برضو اهتماماتك في حالك عاطفيا جماليا علي جدا رغبتك بالتقرب من الأحبة أو التواصل معاهم أو اللقاءات أو الفرح يعني بتحابب أنك أنت تعمل تغيير برضو ممكن تحمل لك لقاء ودي أو لقاء عاطفي خلال الفترة هاي وبرضو بتدعم من علاقتك ما بينك وبين الأحبة زي الأبناء والوالدين أما بالنسبة للبيت السادس هنا بدك تكون حذر تماما من مسائل إلها علاقة بالعمل تطورات مشاكل خلافات حدية بالطباع أعطال يعني وأمور إلها علاقة بالوضع الصحي بدك تكون حذر تأخذ أدويتك بوقتها تراجع الطبيب بوقته تهتم براحتك بشكل جيد ما في داعي للمجازفات ولا للمغامرات ولا لإهمال شؤون عملك أو صحتك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكي فممكن يصير فيه نوع من أنواع الاتفاق أو المرافقة في مشروع معين أو بمشوار معين ما بينك وبين الزوج أو تتفقوا على مسألة أو ترتيب لوضع قادم يكون بعمل مشترك ما بينكم اللي عنده قضية قضائية بالفترة هاي ممكن تتجه الأوراق باتجاهه أو القضية باتجاهه أما بالنسبة للبيت الثامن فبنرجع من نبه على مشكلة الوضع المالي انتبهوا من المجازف المالي والمغامرات الفترة هاي بتحمل مصاريف زائدة ممكن أنه شوي تصير بعض الخلافات على مستوى أموال مشتركة أو قروض أو جمعية أو أمور بنكية أو سداد ديون يعني تحاول أنك تسترد ديون إلك ما تقدر تحصلها أو خلافات أو مساءلات على مسائل مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتدعمك على مستوى علاقاتك مع الأجانب برضو على مستوى الامتحانات، مستوى الدراسة، مستوى تحركاتك، اتصالاتك الخارجية رغبتك بالدراسة أو بالمطالعة أو بالاهتمام بثقافة معينة ممكن تأخذ دورة في مجال معين أو تهتم بدراسة موضوع معين أو بحث عن موضوع معين يعني تحاول أنك تجمع عنه بيانات، الفترة هاي أنت نشط جدا في كل أمور لها علاقة بالبيت التاسع أما بالنسبة للبيت العاشر فالبيت السمعة هنا بدك تكون حذر اليوم ما في داعي للمجازفات ولا للمغامرات ولا لمخالفة القوانين حاول تنضبط، حاول أنك ما تجازف بسمعتك وما تدخل بأي خلاف ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل يعني شوي بدك تشحن حالك بطاقة إيجابية بشكل كبير الفترة هاي أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن تنشط ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالأصدقاء بلقاء الأصدقاء بحوارات، نقاشات، ممكن زيارة، ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بزيارة بعض الأصدقاء لا إلك أو أصدقاء يساعدوك في مسألة معينة ممكن تلاقي تكاثف للأشخاص اللي بهموك أو بتعز عليهم حواليك وممكن تبادر أنت لمساعدة أحد الأصدقاء أو هو يبادر بمساعدتك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع التوتر خلال اليوم فعشان هيك زي ما حكينا اهتم بعملك، ما تخلي أعمالك تتراكم نظم جدول أعمالك بشكل جيد، راعي ظروفك بصحية بشكل جيد راجع الطبيب إن دعت الحاجة الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم، والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر